على الرغم من افراغ بخيرة فيول صباحا في معمل الزوق الا ان القدرة الانتاجية لمعامل الكهرباء في لبنان لا تزال منخفضة جدا ولا تنتج الا نحو 530 ميجاوات اي بمعدل نحو 7 ساعات تغذية في اليوم وعليه سينخفض مخزون الوقود المخصص لانتاج الكهرباء في المعامل يوما بعد اخر الى ان تتوقف كليا بعد ايام قليلة في حال لم تفتح اعتمادات من قبل مصر في لبنان لاستراد الوقود فقبيل ازمة شح الوقود كان معملات زهران ودير عمار ينتج كل واحد منهما 450 ميجاوات الا انهما اليوم ينتجان مع بعضهما 140 ميجاوات وسيتوقفان عن الانتاج بعد خمسة ايام اذا استمر الوضع على ما هو عليه اما المعامل الاخرى الموزعة في الجي والزوك فتنتج حاليا مجتمعة نحو 390 ميجاوات وستبدأ طاقتها بالانخفاض تدريجيا الى ان تتوقف كليا بعد نحو 20 يوما تزامنا تتجه الانظار الى اصحاب المولدات الخاصة في ظل تلويح بعضهم بخفض عدد ساعات التغذية بسبب الشح في المازوت نحن اسبوع الجي رايحين على تقنين وما تقولنا غير خيار صار في رد على مديرية المفض من اهل البيت مدير عام اجيرو بيطلع اليوم بقول ربي انا بلغت قطاع الاتصالات حيتأثر بسبب ساعات التقنين الاسي في هذا الوقت تتخوف غالبية المستشفيات من وجود صعوبة في تأمين المازوت لتشغيل مولداتها الخاصة بغية سد ساعة تقنين الكهرباء التي تصل في بعض المناطق الى 20 ساعة مع الاشارة الى ان موزعي المازوت باتوا يدركون ان تأمينه للمستشفيات اولوية نعيم برجاوي قناة الجديد